اشتركوا في القناة وحرية الجمعيات العمومية في تسيير امورها ارادة الجمعية العمومية لابد ان تكون نافذة حتى ان الوزارة كممثل للحكومة في الحركة الرياضية تخلت عن الكتير من سلطاتها ومنحتها للجنة الولمبية كصاحبة حق في ادارة العملية والحركة الرياضية الكل تطلع الى انه فعلا تبقى فيه ارادة حرة للجمعيات العمومية ومعانا في اطلاق هذه الحرية القانون ادى الاندية والهيئات حق وضع دستور او لايحة نظام اساسي لكل هيئة كل نادي له لايحته كل اتحاد له لايحته اللجنة الولمبية لها لايحتها لمزيد من الحرية لهذه الجمعيات العمومية فجأة جات انتخابات الاهل وهي الاولى على لايحت النظام الاساسي الجديد للنادي لنكتشف ان هناك حرص حقيقي على تعطيل هذه الارادة حتى انه بقت ارادة التعطيل هي الواضحة فيما تم الاعلان عنه في ختام هذا اليوم الاهلاوي الرائع اللي اسعد كل الناس واللي قبل ما اقول لكم نتائج تفاصيله باشماندس هقول لكم كاتب صحف كبير زي الاستاذ ياسر رز وهو رجل مش اهلاوي ياسر رز ابن الاسماعيلية وينتمي اكتر لنادي الزمالك لكن لما يحضر كجمعية عمومية كعضو في الجمعية العمومية للنادي الاهلي ويكتب عن هذا الانعقاد في هذا اليوم الكلام اللي هقوله لكم لا لازم ان نعف شوية قال للاستاذ ياسر رزق في الاخبار في مقالته الاجواء المتحدرة التي سادت انتخابات الاهلي امس الاول والمواد التي جمعت اعضاء النادي على مدار اليوم تكشف سر المكانة التي يحتلها الاهلي عربيا وافريقيا وعالميا كان المؤكد قبل اجراء الانتخابات فوز الكابتن محمود الخطيب اسطورة النادي في ظل منافسة لم تكن موجودة وجاء فوز قائمة الكابتن الخطيب بالكامل لعضوية مجلس الادارة ليس قطحا في اخلاص باقي المرشحين او انتقاصا من كفاءتهم وانما رغبة من جانب الناخبين في استدباب روح الفريق داخل مجلس الادارة من اجل تنفيذ البرنامج الانتخابي للخطيب وقائمته وبالتالي استقرار النادي بيقول ياسر رزق كل التهناء للكابتن الخطيب وجميع الفائزين والتمنيات الطيبة للذين لم يوفقوا في استمرار عطائهم لخدمة النادي واتمنى ان نشهد في باقي الاندية وبالاخص نادي الزمالك اجواء مشابهة في انتخاباته المقبلة فالاستقرار الذي غاب عن الزمالك هو اهم ما يفتقده هذا النادي العريق ده مجمله بيقول ايه هو الراجل الجيه ادى صوته وحضر جانب من الجامعية العمومية رأى كل ما كتبه وداله هذا الانطباع اذا هو كان يرى ان الجامعية العمومية كانت على اعلى مستوى وان نتائج الانتخابات عبرت حقيقة عن رغبة حقيقية للجامعية العمومية او اغلبية الجامعية العمومية في ظل تكافؤ الفرص والالتزام بالضوابط القانونية يعني شافني اليوم كاننا مزاجي في كل اتجاه واحنا كنا حضور وحضرتك والعالم كله وكل شاهد بكده بما فيهم اللجنة القضائية المشرفة او الهيئة القضائية المشرفة ايه رأيي الذي يلخصه في كلمات قبل ان تخوض في التفاصيل انت قلت في الاول وفي الاخر هو تأكيد ارادة الجامعية العمومية الجامعية العمومية العادية اللي بيتناقش مجلس الادارة وده تاني بيوضح لنا لماذا يجب ان تكون كل الانتخابات في مقر واحد عشان فيه جامعية العمومية بتناقش 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 امورها ايه حنشوفها ايه فالجامعية العمومية عرض عليها موضوعين موضوع الميزانية وموضوع الانتخابات في الشق بتاع الميزانية اللايحة بتقول ايه لاحة الوزارة وكل اللوائح السائدة بتقول ايه في حالة عدم اجتمال الجامعية العمومية يحال الشق الخاص بالميزانية اه الى مجلس الادارة او اذا كان هناك ما استجد من اعمال فيه جادول يعني لكن هو غالبا بتبقى الموضوع كده بتعتمد الميزانية بتعمل اتخابات اه الى مجلس الادارة بيزاية الاختصاص بتاع الجامعية العمومية يعني مجلس الادارة بيفاوض باختصاصات الجامعية العمومية في شأن اعتماد الميزانية ده كمان للشفافية والتدقيق قالك بعد مراجعة الجهاز المركزي ما هو طبعا الجهاز المركزي حاكم في كل حاجة يعني نخش في الشق التاني بقى بتاع الاتخابات لماذا لم يعرض على مجلس الادارة بنفس الاختصاص في حال عدم اجتمال الجامعية العمومية لانه ده لها جمعية عمومية اشمل واكبر بتاع الاتخابات ما يقدرش يقول للمجلس الادارة اختار مجلسك طبعا طبعا فقال لا لابد من التصويت اذا الذي اختار مجلس الادارة هي الجامعية العمومية التي اكتملت بهذا الهدف وخدت اختصاص الانتخابات يبقى الانتخابات كلها راحت فين الاختصاص هذه الجامعية العمومية وبحضور حوالي 23 ألف فيها لا يمكن تفوت حد فيه انا بس واحدة واحدة كده بمفهوم البسيط قبل ما اخش في تفاصيل انت هتقولها يعني بشكل رائع يعني مجهز فايل كويس انت طيب جينا اليوم مشي الانتخابات مشي اللايحة بقى بتقول ايه اذا كان هناك منصب او اكتر بالتزكية لابد من التصويت عليه ليحصل المرشح بالتزكية الى جدارة التمثيل او الانتخاب بما لا قل عن 25% من نسبة الحضور ايه كلمة نسبة الحضور يعني الناس اللي هتنتخب بالصبت يعني 25% بتاعت مين الحضور الحضور اللي هم ها يدوا سقطه المصوطين المصوطين جاء الوستاذ عمري فاروق الذي كنا نخشى ان الناس ما تقولش بالا من النقطة دي ليحصل 94% من نسبة المصوطين وهي نسبة هائلة طيب انا ما ادخلت حدش نزل قدامي الجامعية العادية حطتني امام الجامعية العمومية وبالتاعت الانتخابات خدت فيها 94% مطلوب مني ايه تاني عشان يبقى جدير واستحق ان انا اكون في منصب نائب رئيس النادي التفسير الذي يذهب اليه البعض وهو ما لم يقل ولكن يشار اليه بغموض كده اصلا ما خدش تصديق الجامعية العمومية العادية هو هياخد تصديق الجامعية العمومية العادية ازاي يعني هيصوت عليه مرة اخرى وكانه يصوت عليه مرتين يعني اللي بينجع بالتسكين وكانك بتعاقبه فيصوت عليه مرتين هذا المنصب شاهد حاجات غريبة هتعرضها حضرتك من الاول عشان يسوقنا ها زي ما انت قلت بقى ارادة الايه سمتها ارادة ايه انت ارادة التعطيل التعطيل من خلال ايه تعطيل الارادة ايوه لان تعطيل ارادة مين الجامعية العمومية اللي ادت للراجل ده 94% بانتخابات فتيجي تقول له اصلا انت معارضتاش على الجامعية العمومية ما اللي انتخابني بايه مع جامعية عمومية ده مش هي جامعية ده هي الجامعية العمومية ذاتها الاغلبية الشاملة اللي تجب اي حاجة يعني انت عايز تروح تقول لجامعية العادية هو والنبي السنة كمان 7 شهور الراجل ده نجح بـ 94% ارأيكو طب افرد بعد 7 شهور ما اكتملتش وله تتعطى الارادة بسألك سؤال الناس عشان كده لما جينا نتكلم على قرارات جامعية العمومية تعتعدوا الكرة قلتلك ما تسيبش حاجة بقى الناس تتمحك فيها لان هنا في موضوع مش مفهوم انا تقدمت الانتخابات استوفيت الشروط اعتمدت المدريت شباب التي تشرف على الانتخابات اعتمدتني يبقى انا مقدم كل مصوغاتي سليمة روحت الجامعية العادية احالت الانتخابات الى جامعية الانتخابات يبقى انا روحت للجامعية هتقول الراجل ده حياخد 25% ما هو حياخد 25% من قصات 100 الجامعية المميلة انتخد طب انا حصلت على 94% كيف يمكن قل اكون ناجحا كيف مين اللي مش عايز كده هو ده السؤال الكبير واللي مع بعض كده بالهداوة هنقف مع كل حتة فيها واتمنى على اي حد يناقشنا بالقانون وبالواقعة وبالورق لانه حتى بتوع اللجنة اللومبية بقيت اقرالهم كلام مش صح هو بس في نقطة قبل ما تقولها عشان بس اكمل ملاحظاتي انا مندهش جدا جدا من سرعة اعتماد بتتبرشم لحظة واحدة بس واللجنة اللومبية والجهة الادارية تعتمد ما يذهب اليها من مستندات واوراق ونتائج بعد الخنو بتعتمد هذا الكلام فهي اعتمدت ايه ما رحلاش الورق ده لسه ايه فازاي اعتمدت ايه كامل بقى طيب في وقت متأخر بعد انتهاء عمليات الفرز والمراجعة والتدقيق واللجنة القضائية اشتغلت اعلن سيادة المستشار وحيد عوض او احمد وحيد عوض النتيجة وكان من بينها اعلان فوز الاستاذ العمري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي كلام ده ما جبناهش من عندنا كلام ده بعضمة لسيان سيادة وحضرناه على الهوى والناس كلها سمعت على وش الفجر ايه اللي حصل الاول نقف عند اعلان النتيجة منصب نائب الرئيس العمري فاروق محمد عبد الحميد العمري حصل على 19 472 هذا اذا لم يتم الالتزام برأي الجمعية العموية التي انتخبت هذا اعتداء على حق هذه الجمعية العموية ترجمة نانسي قنقر